ومن يتبعنا عبر منصاتنا في موقع التواصل الاجتماعي لهذا الموجز الإخباري أعلن المتحدث باسم الحكومة الكويتية اليوم الاثنين أنه سيتم إعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل وذلك بعد إيقافها منذ بداية أزمة فيروس كورونا وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان على موقع تويتر إن مجلس الوزراء وافق على خطط من ثلاث مراحل لتشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي ذهابا وإيابا اعتبارا من أول أغسطس بنسبة تشغيل لا تزيد عن ثلاثين في المائة ووفقا لإشتراطات صحية وعلقت الكويت الرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي في الثالث عشر من مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المسجد هذا وسجلت الكويت خمسة واربعين ألف إصابة أو أكثر من هذا الرقم بيبارة كورونا من بينها ثلاثمائة وخمسين حالة وفاة أما فيما تحلق بأعداد حالات الشفاء في البلاد فقد بلغت ستين وثلاثين طبعا حالة شفاء أو أكثر من هذا الرقم وفي الإطار قرر مدلس الوزراء الكويتية الأسبوع الماضي البدء في المرحلة الثانية من خطط العودة التدريجية للحياة الطبيعية وقلص مواعيد حظر التجوهل اليزئي ساعة واحدة ليصبح تسع ساعات من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا وذلك اعتبارا من يوم الثلاثة وكان وزير الصحة الكويتية الشيخ باسل الصباح قال لن تكون هناك عودة كاملة للحياة إلا بوجود لقاح لفيروس كورونا مع سمران احتجاجات في مختلف المنطقة اللبنانية قطع محتجون وتستراد البداو الدولي في شمال البلاد احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة وتدور سعر صرف الليرا اللبنانية أمام الدولارة الأمريكية وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني ووضع المحتجون في وسط الأوتوستراد بالاتجاهين يطارات سيارات وحويات نفايات وحجار ما دفع العبرين على الأوتوستراد أو الأوتوستراد إلى سلوك طرقات فرعية بديلة للوصول إلى أشغالهم في السياق التزم أصحاب المحل في سوق القمح في طرابلو الصباح الأثنين بالإغلاق التام وذلك بعد عدم تمكنه من بيع البضاء بالأسعار المرتفعة جراء الارتفاع الجنوني لسعر الدولار والأوضاع المعيشية الصعبة والأوضاع المعيشية الصعبة كما انتزم أصحاب المحل في الأسواق الداخلية بالإغلاق التام وأعلن محتجون وتجار الطراب اعتراضين عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار الليرا اللبنانية امتدادا لما شهدته المدينة من احتجاجات غاضبة مسأل أحد بسبب الغلاء المستفحل والبطالة من المتوقع أن تشهد سودان احتجاجات ثلاثة المقبل في ظل الدعوات إلى مظاهرة مليونية في مختلف مدن البلاد وبالتزامن مع ذلك عززت السلطات السودانية من إجراءتها الأمنية الاثنين تحسبا لمسيرات ومواكب متوقعة ثلاثة وذكرت وسائل أعلام أن هناك انتشارا أمنيا في الشوارع المؤدي إلى القيادة العامة للقوات المسلحة والمقارات الحيوية مثل القصر الجمهوري ولا أسد مجلس الوزراء وقد أغلقت هذه الطرقات تماما بقوات من الجيش وشرطة ويحذر الكثيرون من احتمال لوقوع صدمات في الاحتجاجات المرتقبة يتشاركوا تجمعات مثل لجان المقامة وتجمع المهنيين وتجمع شهداء الثورة من جهة مقابل أن صار النظام السابق من جهة أخرى وطالب المشاركون في تظاهرات المرتقبة بإسقاط الحكومة واصلح مصار السلطة الانتقالية والاستكمال هيكلها وتحقيق السلام والإسراع في العدالة وتحسين الأوضاع المعيشية أكد وزير دولة سعودية للشؤون الخارجية عادل جبير أن إيران تعمل على تسليح جماعات إرهابية في سوريا والعالم وتدعم الحطيين الذين شنوا 1659 هجوما على المدنيين في السعودية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدة الاثنين مع براين هوك الممثل الأمريكي الخاص بشؤون إيران كبير مستشارية السياسات جوزي الخارجين الأمريكية على ضرورة التصدي للأعمال الإجرامية الإيرانية هذا ما أكده طبعا في المؤتمر وطالب الجبير المجتمع الدولي بتجديد حظر الأسلحة المفروضة على إيران لافتا إلى أن المنملكة العربية السعودية تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية على منع توريد الأسلحة لإيران وأضاف بالقول إيران هي الدولة الأولى أو عفوان الأولى التي تدعم الإرهاب في دول العالم وتتعامل مع عصابات تروج المخدرات حول العالم وأستصبح أكثر عدائية إذا رفع عنها حضر تسلح فهي تقدم أسلحة لمنظمات إرهابية كحزب الله والحوثيين شكرا المتابعة دمتم بخير شكرا المتابعة